أنهت البورصة المصرية تعاملات جلست بداية جلسات الأسبوع على تراجع جمعي للمؤشرات بضغوط المبيعات المتعاملين العرب والأجانب وأغلق رأس المال السوقية عند مستوى 726 مليار و600 مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد تراجع مؤشر EGX30 بنسبة 21.1% ليغلق عند مستوى 11.438 نقطة كما تراجع أيضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 والذي تراجع بنسبة 36.3% ليغلق عند مستوى 1982 نقطة كما تراجع أيضا مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا والذي تراجع بنسبة 94.5% ليغلق عند مستوى 1984 نقطة نتحول إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصرية ليسجل الدولار الأمريكي اليوم 15 جنيه و65 قرشا للشراء و15 جنيه و77 قرشا للباية اليورو 17 جنيه و76 قرشا للشراء و17 جنيه و91 قرشا للباية تحين سجل الجنيه الاستروليني 21 جنيه و21 قرشا للشراء و21 جنيه و40 قرشا للباية وأمام العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتية اليوم 4 جنيه و26 قرشا للباية في حين وصل أريال السعودية إلى 4 جنيه و17 قرشا للشراء و4 جنيه و20 قرشا للباية